مزالت الجهود والمساعي لاحتواء مرض اللاشمانية والمصابين به متواصلة من قبل الجهات المعنية بعد تسجيل مئات الحالات في مختلف المدن والمناطق أبرزها مدينة تورغة والتي تجاوز عدد الحالات المصابة 950 حالة وبعد تسجيل هذه الحالات وجه مستشفى المدينة نداء استغاثة عاجلا إلى جميع الطباء من مختلف المدن والمناطق لمد يد العون ومشاركتهم في علاج مرض اللاشمانية وجاء الجواب بعد أسبوع من المركز الوطني لمكافحة الأمراض والذي أكد استلام مستشفى تورغة شحنة جديدة من علاج مرض اللاشمانية بكميات كفية من قبل إدارة الصيدرية والمعدات الطبية بالمركز إدارة الصيدرية والمعدات الطبية بدورها وجهت نداء لمندب عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني المرض بالتوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز في منطقة جورجي لاستلام مخصصاتهم من علاج البنتستام مشددة على ضرورة استحاب الجهات المعلقة إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا والحالات التي تم علاجها مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض وختم للتوقيع على نموذج الاستلام شبح اللاشمانيا ما زال يخيم على عدد من مناطق ليبيا وخاصة أهالي تورغ الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم ويعيشون ظروفا استثنائية حيث بدأت أعراض المرض في الظهور الشهور الماضية ووفق مختصين فإنها لن تنتهي إلا بحلول شهر يناير والأعداد تزاد كل يوم نتيجة عدم تنفيذ أي برنامج لمكافحة هذا المرض لقلة الإمكانيات ولا تنتظر لا خطة مكافحة ولا وعودا بشحنات علاج هي فقط تلتسق بأجسام المواطنين وليست لديهم حيلة إلا الانتظار